نذرت حياتها لخدمة ثورة تشرين واختارت ساحة الحرية في النجف مكانا لإقامتها عكيفة على التظاهر مداومة على الاعتصام إنها عائلة نجفية دونت واحدة من قصص الثورة بما قدمته من تضحية وما سطرته من أمثلة في حب الوطن يعني احنا هاي صارت عدنا ساحة التظاهر أشبه بالبيت الثاني مالتنا وفعلا هو بيتنا لأنه ذاك اليوم أكو ولدي هنانا شباب ما لقيتهم طبوية الخيمة ومحنا هل مجموعة هاي طبوية الخيمة فبعدين من يجا يعني حتى طبوية عليكتوا الضوة قعدنا وقال من يجا استأذنت منه الولد قال لا بالعكس احنا كلها خيمنا واحد يعني واحد يطب على خيمة الثانية يعني احنا صرنا مثل الأخوان مثل الأهل كلما يعني أبونا يجي للساحة يجيبنا ويانا يقول أم شو قلت لما نقدر مثلا قال لا هذا الوطن لازم نروح ويانا من أجل الساحة أشوفه نعم ماكو عوائل هواي لازم تطلع العوائل من تطلع شوي كثر يعني الوادي يمتج يعني صير مثل ما يقولون حسون يعني بالمسؤولية شوي الصير ما إن سمعت هذه العائلة نداء الحرية في ساحات العراق حتى سارعت إلى الانضمام إلى صفوف المتظاهرين وأعلنت اعتصاما مفتوحا تتخلله أعمال تتنوع بين التظاهر وإعداد الطعام للمتظاهرين وتنظيف الساحات وغسل ملابس الثوار وترتيب الوسائد في خيام الاعتصام نحن جاي نثرم بوتيتا للمتظاهرين وماما علمتني الطبخ هماتين وأعرف أطبخ أسو زلاطة أثرم وبذن جاي نثرم هماتين أقل كباب همات بوريك أقل وهسه نحن جاي نطبخ أكل للمتظاهرين نقلها ماما لذبون بالقاع تعلموا وفعلا إحنا هذا شي نحبه أبونا معلمنا عليه أمنا نجوي يا أبونا لجل العراق وعلى مود يعني هو نجاهد ويا التثقيف السياسي وإحاطة الأبناء بواقع العملية السياسية جزء من تربية الأب النجفي لأبنائه وتعليمهم حب الوطن وأهمية الدفاع عنه تفسير نصوص الدستور يعني مثلا فتفقرة يشتبون عليها فتفقرة معينة المن يرفعوها يرفعوها للمحكمة الاتحادية هي تفسر لهم النص القانوني مالة هاي الفقرة اللي يشتبون عليها زيان اثنيا الفصل في القضايا التي تنشأ من تطبيق القوانين الاتحادية بمثل هذه العوائل تنتصر ثورة ويصل العراقيون إلى الخلاص المأمول